السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد يا هلو يا مرحبا بالجميع محلات ملابس باللعبة كثيرة ما اتوقع ان في احد يقدر يحسب الاشياء اللي تقدر تشتريها من بثلاث جاهزة لملابس عادية لكن المشكلة بالموضوع ان هذه الملابس يقدر اي شخص يجيبها موجودة في كل المحلات على خريطة لهذا السبب اليوم بعطيكم طريقة عشان جيبوا ملابس القرصانة النادرة واللي ما احد يقدر يشتريها من اي مكان اليوم ومع نزول عروض الاسبوعية صدر حدث جديد باللعبة واللي هو عبارة عن صناديق كنز موزعة على ثلاثين مكان مختلف واذا قدر تجمع السبعة منهم تجيك ملابس القرصان وبتنزل مباشرة بحسابك في الاونلاين فكيف بتسوي هذا الشيء؟ مثل ما تشوفون خريطة قدامكم فيها كل اماكن صناديق الكنز ولازم انت بنفسك تروح وتدور على الصناديق في الاماكن المطلوبة لكن قبل ما تسوي هذا الشيء لازم تعرف كم شغلة جدا مهمة اول شيء مطلوب منك تجمع سبع صناديق فقط وبتجيك ملابس لكن المشكلة ان كل يوم في صندوق واحد بس يعني لا تتوقع انك بتقدر تجمعها كلها اليوم وتاخد الملابس لا لا لازم تجمع صندوق واحد اليوم وواحد بكرة وواحد بعدها وعلى مدى سبع ايام بتجمع سبع صناديق وراء بعض ومو ضروري يكونوا الايام وراء بعض همشي يكون مجموعة صناديق سبعة من اليوم معك شهر كامل فيا اما بنزل فيديو كل يوم عمكان الصندوق الجديد او بكتب تعليق مثبت تحت هذا الفيديو وبعطيكم رقم المكان وبس تشوفوا الخريطة وتروحوا عليه مباشرة وهذا حاليا مكان الصندوق الاول بداية من اليوم والمكان نفسه عند كل اللاعبين على كل الاجهزة طيب رقم اثنين الصندوق الواحد يعطيك 20 الف فلوس يعني كل اسبوع تقدر تجمع 140 الف من الصناديق وبنفس الوقت بتاخذ الملابس بعد اول اسبوع رقم ثلاثة تقدر تتبع الصناديق اللي عندك من خلال قائمة انتراكشن منيو بعدين انفنتوري بتروح على ديلي كولكتبولز بتشوف اسمهم شي بريك ومكتوب عندي واحد من واحد لاني جمعت الصندوق حق اليوم طبعا في ناس قدرت تسوي قليت شات وتاخذ نفس الصندوق اكثر من مرة عشان تجيك الملابس بسرعة لكن شخصيا ما جربت الموضوع ولا يهمني بالنهاية كلنا بناخذها سواء اليوم او بعد اسبوع وهذه السالفة بالكامل لازم تجمع صندوق واحد كل يوم لان يصير المجموع عندك 7 صناديق وبعدها خلاص بتجيك الملابس وهذا كان كل شي عن الفيديو من هناك وصلت لنهاية المقطع يعطيكم العافية على مشاهدة لا تنسى نمنى اللايك والاشتراك واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله